أهلا بكم اتفق قادة مجموعة العشرين على ضخ خمسة ترولينات دولار لحماية الاقتصاد العالمي من تداعيات تفشي فيروس كورونا حول العالم وأكد البيان الختامي للقمة الاستثنائية التي عقدت لبحث تداعيات تفشي الوباء على تشكيل جبهة موحدة ضد الوباء والتزام المجموعة بتأمين تدفق الامدادات الطبية والمنتجات الزراعية والسلاع والخدمات عبر الحدود كما تعهد القادة بزيادة تمويل البحث العلمي وتطوير اللقاحات والأدوية وتعزيز التعاون الدولي في هذا الإطار وخلال كلمته في انطلاق أعمال القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ضرورة الجاهزية العالمية لمكافحة الأمراض المعدية التي قد تتفشى مستقبلا وتعهد بدعم جهود منظمة الصحة العالمية الرامية لمواجهة وباء كورونا مشددا على ضرورة دعم مجموعة العشرين لجهود تصدي للجائحة من خلال تعزيز التعاون في تمويل البحث والتطوير للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا أرحب بضيفينا في هذا الحوار من المساء على سكاي نيوز عربية معي من واشنطن الباحث في معهد هابسن بليز سيد بليز مستل ومن الرياض سينضم إلينا الباحث في العلاقات الدولية سيد سالم اليامي أبدأ بداية مع سيد بليز مستل سيد بليز إذن تم الاجتماع برئاسة المملكة العربية السعودية في هذا الاجتماع الافتراضي المهم والذي يأتي في وقت استثنائي أيضا وخرج البيان الختامي بخمسة ترليونات تم الاتفاق على ضخها في الاقتصاد العالمي كيف ترى انعكاس هذا الأمر على الأسواق العالمية وعلى الوضع العالمي المخيف بالنسبة للجانب الاجتماعي والاقتصادي من وراء جائحة طبعا كورونا حسنا المساء الخير ومساء الخير للمشاهدين أتمنى الصحة للجميع يسرني أن نكون معكم في هذه المقابلة هذه الجلشة غير الاستثنائية برهنت عن حسن إدارة حسن رئاسة المملكة العربية السعودية في هذه الأوقات الحرجة وعلى ضرورة التعاون الدولي للتصدي للتحديات العالمية وبرهنت عن نية الحسنة لعدد من الدول للعمل معا من أجل التفشيء لتصدي لهذا الوباء ولذلك القرار الذي خلص إليه هذه الجلسة سواء لجهة إيجاد اللقاح والأدوية لهذا الوباء أو لجهة الحرص على الاقتصاد العالمي إنها مخرجات هامة جدا وقرارات هامة جدا تعبر وسوف يكون لها نتائج إيجابية على الاقتصاد العالمي طبعا إحدى الأمور التي لم يتم تطرق إليها في الجلسة هي الحرب بين صين والسعودية التي من لجهة إذن النفط طبعا هناك طبعا لا زال مسائل اقتصادية لا يزال من الهامة تطرق إليها ولكن ما توصل إليه الجلسة هامة جدا للغاية لكن سيد مستل لم تجبني 5 تريليونات دولار تم ضخها ماذا ستكون انعكاساتها في السوق المباشرة لأن كثير من القطاعات الآن وهذا سوف يتطلب ضخ الأموال من قبل الحكومات وطبعا قطاع السياحي متباطئ جدا والسعودية كانت تحاول فتح حدودها وتعزيز قطاع السياحي فيها ولكن هذا سوف يشد طباطئا ولكن من الناحية الإيجابية سوف نرى إعادة أو تحسن في الإمدادات على سعيد الدولة والأموال التي سوف يتم ضخها في الاقتصاد سوف يتم ضخها من أجل التأكد من توفر هذه الإمدادات وفيما يوفر عدم الاعتماد بشكل كبير على الصين فحسب وطبعا أن هذا سوف يضمن إمكانيات إنتاج هذه الإمدادات في دول أخرى وطبعا هذا سوف يساعد في حالة في المستقبل التي نشهدها اليوم إذن سوف يكون هناك تغييرات في الاقتصاد العالمي ولكن أرى أن هذه القيادة التي رأيناها سوف تضمن تحسنا في الأوامل في الشهور القادمة طيب أنتقل لسيد سالم اليومي سيد سالم إذن تم الاجتماع الافتراضي من المملكة العربية السعودية برئاسة المملكة مع قيادات الدول العشرين مجتمعة البيانة الختامة خرج بقرارات كثيرة أبرزها ضخ خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي لمساعدة تلك الشعوب و تلك الحكومات لأن تقف على قدمها أمام مرض كورونا و فيروس كورونا السؤال هنا كيف سينعكس هذا الضخ على الدول الفقيرة على الدول العالم الثالث على كثير من الدول التي ربما تواجه مشكلة كبيرة أمام فيروس كورونا يعني نرى دول عالمية و كبيرة و تريليونية لم تستطع مقاومة هذا المرض هل تعتقد دول فقيرة سيكون لها نصيب في هذه الخمسة تريليونات و كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم و حييك أستاذ ماجد و حيي الضيف من الطرف الآخر و حيي أيضا السيدات و سادة المشاهدين و أعرب عن سعادتي مجددا لنضمام إلى المساء يعني في الحقيقة اليوم العالم كله كان يعني يوجه أنظاره إلى هذه القمة في الحقيقة التي تكيفت مع ظروف الزمان و المكان و مع ظروف الحدث الكبير و كانت قمة في الحقيقة هي استثنائية بيعني نقاط كثيرة في الحقيقة يعني ولعل أهم شيء في تقديري تحقق اليوم هو هذا الاجتماع لقادة أكبر عشرين دولة اقتصاديا و سياسيا سؤالك هو يعني من أهم حقيقة الفقرات التي وردت في البيانة الختامية و أنا أعتقد أن هذا المبلغ يعني مبدئيا ربما يكفي لدحرجة عجلة التنمية التي تباطأت في الحقيقة في كثير من الدول الفقيرة و أنت سؤالك يركز على بعض الدول التي في الحقيقة التي هي أقل نووا و هذه تعاني و عانت ربما منذ انطلاق هذه الأزمة مع خلفيات معينة حول أسواق الطاقة و المشاكل التي شهدتها في الفترة الأخيرة في تقديري كل هذه الأمور جعلت هناك حالة من التباطع و حالة من الانكشاف لكثير من الاقتصادات خاصة الاقتصادات النامية هذا المبلغ في تقديري سيزيل الخوف سيزيل الهجمة سيزيل هذا الهلع الاقتصادي النابع من منابع أو من مناشئ إنسانية و صحية في تقديري سيقلل منه يعني لأنه تعلن عنه دول كبيرة و دول قادرة و دول متمكنة اقتصاديا هذا رقم واحد الشيء الثاني أن هذا ربما يكون يعني خطوة أو مقدمة لخطوات ربما نشهدها في المستقبل لأن هذه الخمسة تريليونات ربما لا تكفي في الحقيقة نحن نتحدث عن الاقتصاد عالمي نحن نتحدث عن دول و ميزانية دول نحن نتحدث عن رواتب أشخاص و موظفين و نتحدث عن مداخيل اقتصادية ليعني مجميع كبيرة على الكرة الأرضية ولكن المشجع و المطمئن و إلى الآن على الأقل هو أن هناك حالة التزام في الحقيقة بالاعتناء بالحالة الصحية في المقام الأول و لم يغفل الجانب الاقتصادي و هذا كان يعني دافعا لكثير من الشكوك حول هذه الحالات الشيء الآخر كأننا كمراقبين تلمسنا يعني في ثنايا الخطابات و يعني الإشارات الاقتصادية إلى أنه ربما يصار في الحقيقة في القريب العاجل إلى حلول لأسواق الطاقة أو ما تعاني منه من مشاكل و هذا في تقديري سيقلل من الخوف في كثير من الدول النامية و في اقتصادياتها و يعني سيجعلها أكثر أكثر ضمانا و أكثر أمانا ليعني اقتصاد مسؤول دوليا يعني نحن بين يوم يعني بين قوسينيا و ماجد اليوم نفخر في الحقيقة أننا في المملكة يعني و في المنطقة العربية و بالقيادة السعودية حركنا المسؤولية الدولية سواء كان على جانبها الإنساني و الصحي أو على جانبها الاقتصادي هي تحركت اليوم و أرسلت برسائل إيجابية كبيرة في الحقيقة للمنظومة الدولية طيب سيد سالم طبعا البيانة الختامة لم يتطرق إلى مسألة أسعار النفط و ربما الاختلاف حوله بين المنظمات المختلفة دعني أذهب إلى السيد مستل في أيضا هذه الأجواء هناك توتر عالي سيد مستل بين الولايات المتحدة الأمريكية و الصين أكبر اقتصادين عالميين توتر كبير جدا على خلفية تبادل الاتهامات من أتى بالفيروس من أين تحرك الفيروس و هذا يعني عكس أيضا على الأسواق و الاقتصادات العالمية هل تعتقد أمام هذا الاختلاف هذا التوتر العالي الآن هناك مجال لفتح آفاق لتعاون اقتصادي جديد أم أن المسألة صعبة حقيقة يعني أرى أن هذا السؤال أحد أهم الأسئلة التي يمكن أن ترحها في هذه الظروف وفي هذا الوضع الراهن طبعا هذا الوباء يؤثر عدد كبير من المجتمعات والدول من حول العالم وأرى أنه سوف يسوق قبل أن يتحسن الأوضاع ستسوق قبل أن تتحسن و ما قامت به اليوم السعودية هو خطوة جيدة ومثلا على ما يمكن القيام به من أجل حفاظ على صحة الشعوب ولكن لا أعتقد صدقا أننا سوف نرى أي تحسن في هذه العلاقات نعلم أن فيروس كورونا بدأ في الصين منذ شهر نوفمبر الماضي ولكنه لم يتم أدقل المعلومات بشأنه منذ ذلك الحين ونحن لا نعلم طبيعة هذا الوباء أو هذا الفيروس وأن الصين تأخرت في نشر المعلومات بشأنه طبعا أن الصقة وهي عامل أساس نحن بحاجة إليه على الصعيد الدولي وهذا ليس ما تقوم به الصين بشكل حقيقي إذن بالرغم من النية الحسنة التي أظهرتها الولايات المتحدة ونيتها في مساعدة الصين في هذه الأزمة هذا ليس الموقف الذي رأيناه من السلطات الصينية تجاه الولايات المتحدة والعالم إذن نعم التعاون أمر جيد ولكن لا أعتقد أن ما نراه الآن هو الوجه الحقيقي للصين هو وجه دولة لا تهتم لغيرها من الدول يعني هذه وجهة نظر سيد مستل ليس لدينا وجهة نظر الأخرى بالنسبة للصين هنا لكن سيد سالم اليوم ما يهم هذه المنطقة يعني الشرق الأوسط الدول العربية ربما الدول الإسلامية أن أول رئاسة لدول العشرين بقيادة المملكة العربية السعودية اليوم كانت وكانت عبر اجتماع افتراضي طبعا دول المنطقة رأت بعين مختلفة ما أهم اهتمامات دول المنطقة ومطالبها من دول العشرين خصوصا مع وجود جائحة كورونا وجود احتياجات ربما الأمور تصعب خلال السابيع والشهور القادمة بالنسبة للاقتصاد ومواجهة هذا المرض ما الذي تحتاجه دول المنطقة في هذا التوقيت باعتقادك دعني يا ماجد إذا سمحت يعني أشير إلى النقطة اللي سألت فيها الزميل قبل قليل يعني اليوم نحن أمام ما يسمى في العراف الدبلوماسية بالدبلوماسية المتعددة الأطراف كان هناك الصين والولايات المتحدة الأمريكية ودول غيرها طبعا المملكة العربية السعودية ودول كثيرة من العالم عشرين دولة في مثل هذا الاجتماع يا ماجد يعني عندما تناقش قضية ويطرح بالإعلان وفي البيان الختامي بالخط العريض أن الإنسان أولا ويطرح ثانيا أن هناك التزاما أخلاقيا والتزاما دوليا بمعالجة الأضرار الاقتصادية والذكر بشكل مخصوص وبشكل بين وواقعية جزئية الخلاف الأمريكي الصيني لم تثار لذلك سارت القمة بطريقة بتؤدى ووضعت النقاط على الحروف سؤالك حول أهمية مثل هذه الأمور في المستقبل إذا تعيد للسؤال بالله يا ماجد يعني الدول العربية سيد سالم اليوم هي أكيد مهتمة ما الذي تتوقع من هذه الدول الكبيرة وبعضها حليفة اشتركوا في القناة لدول في شرق الأوسط بشكل كبير لكن الضائقة الاقتصادية ربما تكبر ما المتوقع من دول العشرين لدول المنطقة؟ أنا أعتقد أن سيكون هناك أولويات الأولوية الأولى في تقديري ستكون للتعاون الجدي بين جميع دول العالم بما فيها دول المنطقة للتقليل من أثار الوباء رقم واحد لأن عملية الوباء هي تخلق نوع من القلق الدولي ومن الرعب الدولي ينعكسوا اقتصاديا ونفسيا وسياسيا على هذه الدول إذا نجحت الدول في السير في القضية الصحية بشكل دقيق وبشكل يعني فيه تعاون المنظومة الدولية في تقديري سيكون أو سيبنى على هذا النجاح نجاحات اقتصادية دول منطقة الشرق الأوسط اليوم أنا أعتقد أنها في عين الاهتمام خاصة وأن هناك يعني أكثر من دولة اليوم شاركت الإمارات العربية المتحدة شاركت كرئيسة لدورة مجلس التعاون الخليج الدول العربية المملكة هي تستطيف هذه القمة وتتحدث بشجاعة وبقوة وبدعوة صادقة حقيقة لمحاولة ترميم البيت الدولي في الحقيقة دعنا نقول يا ماجد الشيء الأهم في الحقيقة والذي يعزز نظرتنا إلى الدول منطقة الشرق الأوسط وإلى الدول الأقل اقتصادا هو أن هناك بندا يعني في البيان الختامي أشار إلى يعني منح صلاحيات لمنظمة الصحة الدولية لتتصرف بما تراه يعني الحد من هذه الجائحة لتتفرغ الدول في تقديري أنا كما أقرأها إلى حل النواحي الاقتصادية والمعضلات الاقتصادية التي يمكن تحل عن صلاديق الإقراض الدولية وعن طريق التعاون الدولي في المجال الاقتصادي طيب سيد مستل يعني اليوم أكبر اقتصاد في العالم بولايات المتحدة الأمريكية يعني يعاني بشكل كبير كان هناك تخليص وإقرار لأكثر من 2 تريليون دولار بالنسبة لجائحة كورونا لكن الاعداد كبيرة جدا قد نرى خلال الأيام القادمة أنها تفوق أعداد الإصابات في الصين استجابة يعني لدارة الأمريكية كان عليها تعليق وخلاف كبير في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أي مدى الهموم الوطنية بالنسبة لمكافحة كورونا قد تغلب على التعاون الدولي في هذه المسألة طبعا للولايات المتحدة بدأت تهتم للاقتصاد المحلي لأكثر من ثلاث ملايين شخصا فقدوا وظائفهم وهناك تباطئ اقتصادي بسبب تفشي هذا الفيروس ونحن أقدر أن هذا سوف يستمر قبل أن يتحسن الوضع وإدارة ترامب تريد أن تحقق نوعا من التوازن من أجل الاستمرار بتنمية العجلة الاقتصادية وأعتقد أننا بدأنا نرى هنا إدراك من الإدارة الأمريكية أن الأزمة هي أزمة عالمية ومشكلة عالمية تحاول عدد من الدول الاستغلالها وطبعا هناك دول وشركاء تعمل مع الولايات المتحدة من أجل التصدي لهذه المشكلة كما قامت اليوم المملكة العربية السعودية إذن في السباعة المقبلة سأعتقد أننا سوف نرى تدابير إضافية سوف تفرض في الولايات المتحدة لسيطرة على هذا الوباء وسوف نرى واشنطن تتعاطى مع هذه الأزمة بالتعاون مع أدوال أخرى واحد الأمور الإيجابية لذلك هو أننا اليوم سوف نستفيد من المصادر الاقتصادية من أجل التوصل لحلول لهذا الفيروس مثل التوصل إلى لقاحات أو أدوية وكل هذا يصب في مصلحة الولايات المتحدة والعالم كله أيضا لأن طبعا طالما تقوم بها الولايات المتحدة هي توفير الاهتمام للعالم كله طيب سيد سالم اليوم نحن في خضام هموم وطنية وطنية يعني الولايات المتحدة ترى ما يحدث فيها من إصابات ومن توزع المرض في كثير من الولايات رأينا ما حدث في الصين إلى أي مدى يجب أن يكون هناك تعاون إقليمي يعني تعاون عربي تعاون خليجي خليجي دائم والاستعداد لمرحلة ما بعد هذه المرحلة أيضا إلى أي مدى نحن مجاهزون لتقبل هذه الأفكار والذهاب إليها أيضا أنا أعتقد يا ماجد أن الخسائر التي مني بها العالم إلى اليوم يعني تجعل تفيد أو تجعل الجميع الآن مقتنع بأن هناك فهما معينا هو أن الجميع أمام التحدي لا يرحم هذا المفهوم في الحقيقة إذا نمى إلى القيادات السياسية وتلمست كل قيادة سياسية بما فيها القيادة الأمريكية حجم الأخطار التي تحيق بالولايات المتحدة الأمريكية إذا عملت لوحدها كدولة أو كجزيرة منعزلة عن بقية العالم في تقديري ستفضل الولايات المتحدة القفز إلى الدائرة العالمية والتعاون مع العالم خاصة عن طريق منظمة الصحة العالمية للقضاء على هذا القلق هذا الجائحة إذا نحن بين البيت قوسين اليوم أمام جائحة في تقديري كلما قلت هذه الجائحة كلما قلت الأظهار الصحية سينتبه العالم سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو دول أخرى إلى النواحي الاقتصادية شيء آخر يا ماجد في البيان الختامي كان هناك حديث عن شيء مهم جدا وهو الاستفادة من درس كورونا الذي ربما جاءت تعاون فيه في مرحلة ليست مبكرة جدا ولكن هي جاءت أفضل من أن تأخر ولكن هناك حديث في الحقيقة في البيان الختامي حول خلق سبل وطرق وحلول ناجعة لمسارات مشابهة قد يواجهها العالم في المستقبل وهذا في تقديري هو النجاح الذي نستفيده من هذه القمة ومن كورونا بالشكل العام طيب أشكرك كان معي من رياض الباحث في العلاقات الدولية سيد سالم اليامي ومن واشنطن الباحث في معهد هوتسون سيد بليز مستال شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر